اشتركوا في القناة وليوم معنا حلقة وشرح جديد كليا اليوم معنا شرح حل مشكله غالبا تصير معنا وهي انه لما نروح على الانترنت نخش على اسف حام مثل جوجل جمعنا The internet is not available في التنتين هذي طبعا مشكلتها مشكلتها مرات انك اصلا مو شابك او مو ضغط كبسة الواي فاي فلما تكبسها يفتح الواي فاي او بجوز انت مو فتح واي فاي نعاسي تفتح واي فاي هذا اول حل ثاني حل تجرب مرة و ثانية و ثالثة اذا ضبط اوكي اذا ما ضبط تابع معي نروح الى الشابكة نفسه الويرلس نروح الى الشبكة اللى احنا شبكين منها الانترنت نعمل تحديث ثلاث مرات الى خمس مرات الى سبع مرات عد قد ما تكتب يعني التحديث تروح عليها كلك يمين على اللى احنا متصلين فيها طبعا نعمل الخيار الثانى او الحالة بالاخر يودينا عند ويرلس نتورك كونيكشن ستاتس يجب لنا خمس خيارات نروح الخيار هنا ده الخصائص واذا كان ويندوز اكس بي يكون هنا فيه كمان جنرال وفيه كمان زي خصائص تروح على خصائص ايضا تعمل يس وديك على الويرلس نتورك كونيكشن بوبرتوس تابع معين ده بعض الاجهزة عندهم الانترنت بروتوكول فرشن اربعة تي سي بي اي بي بي فور ما هو الخيار السادس بالضبط ما كل عند الاجهزة فيه اجهزة يكون السابع فيه اجهزة يكون الاخير فيه اجهزة يكون الاول انت فقط بتدور على انترنت بروتوكول فرشن اربعة ندير بالك فيه فرشن ستة وفرشن اربعة نختار فرشن اربعة تي سي بي اي بي فور تي سي بي اي بي فور تكبس علي كبسيتين اوكي مو هنا لا لا مو هنا تكبس علي كبسيتين اوكي هذا اللي ينقل اي زي ما تشايفين في عنا ايه كي كده يكون في عنا واحد تكون ويكون محطوط تحطوه كلهم اوتوماتيكلي كلهم تحطوهم اوتوماتيكلي عشان يجيب لك الاي بي والدي اي اس اوتوماتيكلي وكده يكون حل المشكلة وان شاء الله تنحل معك ده حل فعال مية المية يعني انا وجهت مشاكل ومن ضمنها ان يكون مكتوب خمسمية انترنال بروكسي سيرفر بروكسي يعني واجهتي كثير من المشاكل وبالاخير حليتها والحمد لله ضبطت ايه لا تنسونا بدعم واللايك هذا كان نهاية الشرح معكم حساب من قناة شروحاتكم اشتركوا في القناة